أهلا بحضراتكم في هذه الفقرة بنتناول العالم القصصي لسيناريست والإعلامية الأستاذة نادية حسن اللي قدمت أكتر من عمل منهم حضراتكم يمكن شفتوا شطحات نسائية دلوقتي قدمت كمان صالون عقيلة كقصة مكتوبة طويلة وهاربة من عش السلفية ولها العديد من الأعمال الأخرى منهم قعدة ستات النهاردة بنتكلم عن قعدة ستات بشكل أكثر توسعاً مع مناقشة باقي أعمالها الروائية برحب بحضرتك أستاذ نادية يمكن شفنا جزء من شطحات نسائية سيت كوم قلتلي فيه بيتكلم لخصتيه في كلمتين هو القيد الحريري اللي حوالين رقبة الست المصرية لا هي رقبة أي ست الحريري رقبة أي ست إيه قيد الحريري ده القيد الحريري أنا من وجهة نظري اللي هم الأبناء والزوج والالتزامات تجاههم هو قيد طبعاً بيقلل من الحركة وبيقلل من حرية المرأة ده شيء طبيعي ولكنه حريري ناعم جداً جداً وهي راديا بيه ففي الحلقة دي هي إحدى الحلقات اللي اتعملت بيتكلم عن واحدة سات كل البيت على دماغها زي أي ست فينا مصرية طب هو بيقلل إزاي يعني بيقلل في إيه إزاي؟ يعني مثلاً لو حيك عايز تتبع فيلمه وتلاقي حد من الأبناء لا أنا عندي متش عايزة أشوفه وتلاقي نفسك عن طيب خاطر رح تمغير له القناة لو مثلاً دخل تنام وحد ورامه ذكرة هزبط المنبه وصحيني بتلاقي نفسك قايم تسحله اللي عنده امتحان الصبح اللي عنده تمرين هي كل حاجة على السات طب ده ما نرجع ده للتربية إنه انت هم متكلين على الأم تواكل على الأم طب هو حدرتك وفي بيت مش متكل على الأم لا طبعاً مفيش بس ممكن بعض الحاجات نربيها فيهم حتى لو ربيتهم قلب الأم بيبقى دايماً قلقين يا ترى صحي دلوقتي طب منا الأم قومه أحسن وصحات وهم الولاد دايماً بيبقوا على آخر نفس لكن إحساس الأمة بالمسؤولية بيبقى أعلى فهي بتحس النقيد فبتقول لهم فجأة أنا خلاص زهقت وتعبت وحمشي الكلمة اللي كلنا بنسمعها في بيوتنا أنا حمشي واختفي ومش هتعرفوا عني حاجة وهقفل الموبايل وبعدين بتعمل كده بتلاقي إن لا ده اللي عنده تمرين ولا ده عنده امتحانات وبترجع ده بيأثر على أحلامها هي بقى وطموحتها وماش أحلامها إحساسك بستمرار ووراك حاملة طبعاً إحساس جامد بس إحساس ممتع يعني في النهاية لما أنت الأم بتصحى الصبح تصحي الولاد أو عندهم تمرين وبعدين تشوف النجاح هو نجاح ليها يعني فرحة الأبناء دي فرحة للأم طب والقيد من الزوج بييجي منين؟ هي دي بقى وجهات نظر مختلفة يعني فيه ناس بيشوفهم إن الزواج قيد وفيه ناس لا أناش بشوف إن الجواز هم مش أنا يعني كأنا أحياناً بيبقى ليه قيد آه طبعاً ارتبطك بشخص قيد حتى لو قيد محبب لكن هو قيد هو قيد على الرجل برضو برضو بس الرجل ما بيشتكيش أو يمكن بيشتكي بينه بين أصحابه ما بيفتحش بقو الله أعلم يعني ما سألتش راجل بالنزل للقيد ده آه يعني الأحمال كثيرة على المرأة أحمال كثيرة على المرأة يمكن الرجل عشان بيقول أنا والله أنا بصرف فخلاص بقى يعني هي بقى تشيل هي المسئولات التانية لا هي القصة برضو حتى لو هو هيشيل الست لا تسق في إدارة البد غير في نفسها خلينا برضو نتكلم بوضوح أكتر يعني أنا عن نفسي ما بسقش في أي حد عملا غير بنفسي خصوصاً لولادي آه أي حد ده زوجك ده حتى لو الزوج الست ليها تاتش مختلفة تماماً عن الرجل حتى ففهمها للأمور يعني ممكن تلاقي الزوج قاعد وفيه أمور بتحصل هو مش قادر يحسها الست ببصة واحدة لأولادها هتبقى عارفة إيه اللي بيحصل رادار عن ده رادار طبيعة المرأة يعني طبيعة المرأة فما بالك لو كانت أم نعم قاعدت ستات 80 قصة منفصلة متصلة فيها نساء في الطبقة الراقية وفيها نساء بسيطات إيه الفرق بين مشاكل الطبقات المختلفة اللي عرضتها في قصصك لا هي ما تقدرش تقول حضرتك مشاكل أنا يعني زي ما هيكونا بقول قبل البرنامج لا فرق بين حاملة المشنة وحاملة الدكتورة إذا تعرض إذا تعلق الأمر بالزوج أو الأبناء أو حكة البيت هتلاقي المشاكل واحدة واردود الأفعال واحدة بس هتفترق أن دي ممكن أهدى شوية والتانية تكون عنيفة قاعدت ستات أتعرض لكل المشاكل لكن ما تعرضتش للطبقات الدنيا لا ولا الطبقة المتوسطة مع رقيانية لا ما كاتش وغدة يعني ما حطيتش الكونسف ده وأنا بشتغل طب ليه ما جاش في بالي المشاكل هي اتكلمتي عن الطبقة الرقي فقط لا أنا ما فيه ما هي الطبقة الرقي اللي معها فلوس ولا أنا طبقة تقصد أي حضرتك الطبقة الرقيقية الطبقة الأرستقراطية المقصود بها الأكثر تعليما الأكثر رفاهية الأكثر الأعلى في المستوى المعيشة اللي ولادهم في مدارس انترناشنال اللي هما دي الطبقة الرقيقية معروفة يمكن أنا مع يعني كلمت عن طبقتي يمكن طبقة المتوسطة لا الطبقة الأعلى شوية الأعلى من المتوسطة فوق المتوسطة يعني أعلى شواء يعني ممكن أكون التزمت يعني حعرف إيه مشاكل الطبقة دي اللي أنت تكلمت عنها أو قضاياها أو همومها أو أحلامها بس أقول حكا على حاجة هي القضايا فيها متعددة يعني ما قدرش أقول لك يعني في مثلا واحدة كانت جاية من طبقة كافحة في الدنيا اللي هي كتسمها استقالة دي واحدة كافحة في الدنيا كلها وكسرت كل المعايير لغاية ما توصل لهدفها بعد ما وصلت للهدف وبصت لقيت أن ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل ده فدي لو حايت هتقدر تقول طبقة طموحة أو طبقة بتحارب عشان تبقى تعلى بمستواها في ختم ألماز نفس القصة اللي هي الحلم بالشغل في الدول العربية وارجوع بفلوس لكن هي بتقعد تتخيل كل ده بتلاقي إن التمن غالي قوي قوي إن هي بتفقد الزوج وبتفقد الإحساس به فبتقول في الآخر لا ما فيش حاجة تستاهل الغربة لو هو ده اللي هيكتو قصوده يبقى مائي يعني يبقى أنا تعددت فيها اللي بقول لك هم كتير قوي فما أقدرش أقول إن هي مربوطة بطبقة يعني حتى الطبقات الدنيا لا ما تعرضت لهم إلا أنا مش شايف إن هم يعني مشاكلهم بعيد دي بيعانوا دول بيعانوا طيب العنوين اللي هي زي على زمتي أربع رجالة وأخيرا مات زوجي وتجوزت واجوزت وصية آه لا هي دي عنوين صادمة عنوين صادمة أول نخلي بالحدي إن دي أول ما تنشرت نشرت في صباح الخير وصباح الخير سقف الحرية عالي جدا فيها في الكتابة وفي اختيار العنوين على زمتي أربع رجالة دي أنا كنت فكرة إن أنا قريت في إحدى الجرائد إن السادق ممرضة تقبض عليها بتهمة الجامعة من أكثر من زوج فمن هنا جات الفكرة إن واحدة قررت تتجوز أربع مع نفسها قاعدت وقالت طب إيه اللي يمنع دينياً إن يتجوز أربع العامل اللي هو تعدد إنك عايزة بس أجيب تعدد الزوجات لا لا النسب لخبطت النسب فهي دا دماغها توصل إن لخبطت النسب هي السبب في عدم إن الستات غير ما أسمح لهم بالزواج بأكثر من واحد دا فكرة اختلط الأنساب اختلط الأنساب فسفت وشلت الرحم فخلاص العامل الديني انتفى فأعطت لنفسها الحرية أعطت لنفسها الحرية إنها تتجوز وكان شرط في كل زيجة إنه هو ما لديه علاقة لحد بات فين ولا الأهل يحضروا ولا أي حاجة هي اللي بتحط الشروط هي اللي بتحط الشروط والأزواج على فين والأزواج ردين لأ بس معرفوش نية جامعة من أكتر من زوج بس وافع الشروط المقصود منه المقصود من الرواية إن في حاجات أمور تعبدية ماينفعشي إن أنا أصدها بدماغي يعني مش لازم أبحث عن سبب ليه ربنا حلل أو حرم ده أمر تعبد يعني أنت في النهاية بتقفي طبعا ضد هذا المنطق لا هي في النهاية بتقرق من نفسها هنالي الست السوية لا السوية لا تتحمل أربعة في حياتها لكن لكن ممكن تتحمل موت جزها أخيرا مات زوجي تسرح فرحانة أخيرا دي تقفي فرحة أيها فرحانة فعلا اللي دي أنا بناقش حاجة مهمة جدا الزواج العرفي كتير مننا بنشوف الأفلام مدخلين الزواج العرفي مجرد أتنين بيعودوا يكتبوا ورقا هو آه وده حصل جواز لكن لا يضمن للسيدة أي حقوق بالمرة فهي دي واحدة تجوزت جواز عرفي ومعها ورق ولكن الورق ثابته مع الزوج وعلى مدار العمر بيسافر وبيروح وبييجي وهي تبعد تقول له طلقني طلقني فما بيطلقهاش إلى أن ينتهي أنه مات فهنا بقت حر يعني يتتعرض للزواج العرفي أنه احنا ما ينفعش تمارس الخلعة مثلا ما هي أصلا في الورق مش مزبت محدش كان عارف أيما حتى الورق معها فين وهو ده بقى ما هو ده اللي أنا كنت عايزة الناس تاخد بالها أن الجواز العرفي لو مش مزبت في محكمته الأسرة أو معكيش منه كوبي ورقة أنت ملكيش أي حقوق وأن اللي بنشوفه في الأفلام هل تتضد الجواز العرفي شايف أنه لا أنا مش ضده ولا معي أنا نقول له ده أصلا ده جواز شرعي لكن لازم تضمني حقوقك تبقي عارفة أن الجواز العرفي أو المدني هو جواز صحيح مية في المية ولكن لازم بيبقى فيه شهود ويبقى فيه إشهار وأن اللحظة اللي بتتجاوزي فيها جواز عرفي أو مدني أنت بتسقطي كل حقوقك من الدولة ومن الزوج ولكن حقوق الأبناء مضمونة كلام فادي لازم تسمع لفظ أنت طالق فهي دي أنا ده يعني زي ما تقول توعية بس بسلوب قصصين بلالين بلالين ونكد دوت كوم وإهيئ دي قصص في الإطار الكوميدي أيوة بلالين بلالين دي عندنا كلنا الستات مفهومها للعلاقة بين الراجل والست غير الراجل يعني الستة بتبقى عايزة تقول له صباح الخير يرد يقول له صباح النور يا حبيبتي لو ما قال له صباح النور يا حبيبتي يبقى هو ما بيحبنيش وما بيطئنيش فبلالين المهم بعد قد إيه متجواز بكلام ده يعني ما هو صباح الخير يا حبيبتي بعد سنة متجواز ولا عشرة ولا تلاتين سنة لا هي القصة إن ما ينفعش في أي علاقة سنائية تحط رد فعل الآخر آه أنت تتقبل اللي طالع منه خلاص عشان ما يبقاش سقف الطموح عالي طب وكلمة بلالين هنا إيه؟ بلالين هي ده كانت هي بتحتفل برأس السنة وقررت من دماغها إن هي هتحضر لجزها احتفال لطيف وهو طبعا راجع هل كان مش شغله إمتل علوا بقى البانتالون والشميز هيتطلع يلبسهم وهو طبعا نايم ولا في بقيله إن ده رأس السنة ولا فادي للكلام فبتخش تصحيقه مسحة بقى الساعة عشرة ودي اللبس وليبس إيه؟ وسيبينا نايم وكده وهي برضو مكملة يعني هو رفض طب قوم رأس معايا طب قوم اعمل طب حنحتفل في الأخر رح متخنق معهم زعق ودخل نايم فجات الساعة 12 رح تدخلها بالبلالين في القوضة وبتفرعها فاندقات تتخل بتغيزوا يعني أنت بتدي دروس للمرأة إزاي تدايق لا يا فاندقات كملت احتفالها فالنسيج أنه هو خاصمها فبتقول ده يعني أول رأس سنة لطيف إنهم تخاصمين أزواء فاترحمت من أي طلب منه الصبح اترحمت اتخاصم معايا لا في على فكرة أزواج بيتخاصموا ويطلب برد طيب ناكد دوت كوم مين المسؤولة عن النكد هنا لا هي ناكد دوت كوم دي فكرة بردو جات لواحدة قالت لك الأفراح ممكن فرح يتعمل وممكن ما يتعملش لكن الأكيد إن إحنا هنموت فليه الناس ما بتهتمش بالموت إن إحنا نوزع فلايرز بدل اللي بينزل الناعي نوزع ده ونهيق له مثلا ليلة العزة حنعمل كذا وديتعمل ده في أثناء الحياة آه تبتدي تحضر للموت بقى يعني إحنا بنفضل يعني تعمل احتفالية بالموت لا يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي حد عنده فرح بيعمل دعاوي ومين هيتعزم كلنا بنعمل والفرح ممكن يتلغي صحيح لكن ناكاد دوت كوم قالت لك محدش بيهتم بقى لا بالصوان ولا مين هيعزي وفي ناس يعين يتخشوا الصوان ما تلاقيش ولا حد جاي فبقى بشكلوه موحش فهي قررت تعمل ناكاد دوت كوم إن هي هتتولى الصوان الصوان بتاع مين بتاع الميت بقى اللي هيموت يعني بتروح لأهله كده تقول لهم عندي هامل الترابيزات لزوجها برد لا مش زوجها دي بقى شركة دي بقى شركة دي شركة اسمها ناكاد دوت كوم وهي تعملت حلقة على فترة طب بمناسبة الناكاد فيه فيه أسطورة كده إن المرأة المصرية يعني بارعة في هذا الموضوع رأيك في الموضوع ده إيه؟ رأيي أنا؟ أه؟ مش هيكتبها وتكتبي في المرأة؟ بس رأيي مش هيعجبك ليه؟ يعني مش مهم يعجبني مهم يعجب الصدر مشاهدين لأن الستة المصرية الضفر اللي بتطيره بمليون جنسية أخرى الضفر اللي هي مستغنية عنه بمليون جنسية أخرى طب ما لإيه إشاعة أو ارتباط النكد بيها دا؟ لا 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 دا مش مظبوط وجذوبة لا وجذوبة مين اللي نروجها في تقديرك؟ أي حد بيكره الستة المصرية الستة المصرية صانعة الرجال مفيز زيها مفيز يعني قولي هما ما قالوش إن هي مش صناعة الرجال هم بتكلموا عن البهجة والنكد ما هو نكد إيه؟ ما حدريك بصي وحيك وطلع من الستوديو وجوه كلها مبتهجة وفرحانة وسعيدة أنا لا أستحق الطلاق حتى أنت يا ساندرو المواطنة زينبو كريستين دي قصص فلسفية نقدر نقول عليها كده؟ آه ممكن تندرج ليه هي لا تستحق الطلاق ليه؟ دي بتتكلم عن واحدة ست عندها بنت متخلفة عقليا ومش بيين عليها وابتدت تلاحظ إذا ما البنت عندها خمستاشر أو ستاشر سنة نظرات الناس حواليها فيها طمع فخافت خافت على بنتها وقالت أنا مش هعيش لها العمر كله ممكن في أي لحظة حد يعمل فيها حاجة وده وارد يعني فقررت إن هي تعمل العملية تعقير إنها ما تخلفش قالت لك قد تحدث المصيبة ولكن أقل الحجم الإصابة وبتعمل العملية دي من ورا الزوج زوجا ما بيعرف بيطلعها فبتقول أنا لا أستحق الطلاق بس هي عملت حاجة من ورا مش مفروض وحاجة تخصه يعني مفروض إن هما يتشاركوا اللي هي في الرواية في القصة قالت له أنا ملاحظة إن في نظرات من اللي بيجوا ينظفوا البيت ومن اللي برة البنتنا طبيعة الرجل أي رجل لا يرى أي نظرة زي الست الرادار عندها يعني إحنا لو قاعدين في مكان ممكن أقول لك فلانت نظرته مش مريح قل لا ما يلحظ الرجل ده فهي خافت على بنتها وده شعور طبيعي هي كانت المفروض تقول لسة أنها يرفض خدتها ودتها ودتها لدكتور أمراد نسا وأقنعته إن هي هتخف في حجم المصيبة بإنها؟ شالت جهاز الجهاز الحامل كله من بنتها؟ بنتها مت معوقة ذهنيا تماما يعني الخوف على بنتها أدها كده فاتطلقت آه دي قضية تانية طيب الأطر المختلفة للقصص هذا التنوع أنت عملاها عن قصد ولا بشكل تلقائي؟ نا هو بشكل تلقائي بشكل تلقائي بشكل تلقائي مش لجذب القراء يعني؟ لا هي من أول ما نزلت في صباح الخير كان لها جمهور من قراء إيه رجل بالأفاعل؟ فوق ما تتخيل يعني بسراحة افتكري لي رد فعل كده لإمرأة؟ بالعكس لا كلهم كانوا مش جنس دي من فترة فمش قد بتاك بس أنا كنت سعيدة جدا بها وكان أعلى نسبة تعليقات بتجدنا على الموقع الإلكتروني أول ما بدأت الشطحات النسائية تنزل هاربة من عش السلفية دي بقى عمل كبير ده مش كده؟ عمل كبير صغير يعني حجمه صغير ولكن بيفتح الباب لكل واحد أن يتفكر في الأحداث كلم يعني عن إيه؟ بتكلم عن المعاهد السلفية للنساء إحنا دايما نما بنتناول السلفيين بنا نتناولها من ناحية الذكورية البحثة لكن المعاهد النسائية وما يدور بيها والدولة داخل الدولة وكيفية الزواج وكيفية يتم محدش تعرض له فالحقيقة دي تجربة تجربة إيه الكواليس فاهميني؟ إيه كواليس المعاهد السلفية؟ المعاهد السلفية هي دولة داخل دولة إيه المعاهد السلفية النسائية دي أصلا؟ معاهد لتدريس إيه؟ بس أقول لحضرتك هي معاهد أربع سنين بتدرس جميع علوم الدين ده لازم وبعد أربع سنين اللي بيدرس بيتخرج داعية بيدرس لهم أكبر مشايخ داعية نسائية داعية نسائية طبعا الكواليس إن أنت بتخش لو أنت مش منهم بتصدم حضرتك أنك مجتمع لا ينتمي إلينا بأي صلاة لا علاقة له بنا بمرة إزاي شرحي لي ما ينتميش إزاي أنا؟ ليهم قوانينهم الخاصة يعني مثلا لو حصل جواز لو مثلا جواز لوحدة سنها غير قانوني تسع سنين تمان سنين لا 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 عشر سنين لا 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 تلات طهر أربعة خمسطاشر شتاشر لا ما فيش التسعة والسابعة ده ما غير موجود بالمرة خالصية طيب يحصل إيه بقى؟ بيحصل الجواز نقل هي دلوقتي بلغت فبيحصل جواز ولما تحمل بيدرك في الدولة لكن بيتجواز بشروطه عندهم ملفاتهم بيتكتب فلانة تزوجت فلان وده وبشهود وإشهار وكل حاجة لو مثلا حضرتك هتحضر أفراح عندهم الأفراح عندهم هي كل الأغاني اللي بنسمعها في الأفراح عندنا ولكن بصيغة إزامية تانية لا يعترفوا غير باللي ينتمي ليهم يعني فكرة الشارب ده غير معترب به لازم يأما خمار يأما نقاب مدون ذلك لأيب أنت عندك تقصير الدراسة طبعا أنا بأتكلم عن مرحلة اللي أنا كتبت عنها دي معاهد بتدرس لأي مرحلة عمرية لا ملهاش مراحل عمرية يعني قد يكون ممكن واحدة ختمة للقرآن الكريم عند عشر سنين وتخش تدرس ودي مشكلة أو 11 سنة وتخش تدرس اللي أنا بأكلمه حضرتك ده الفترة اللي أنا تكلمت عنها يمكن دلوقتي الدنيا تطورت لكن كان عنده المعاهد دي تبع إيه فينا؟ يقال إن أتابع الأزهر ولكني أشك نقل الورع ما كانش فيه أزهر لكن اللي بيدرسه أزهريين والمناهج إيه خطورة اللي حيك شرحته لي ده كله؟ خطورة إنك تربي مجتمع موازي للمجتمع دي أنا بشايفها خطيرة اشرحي لي الخطر ده يتمثل فيه؟ الخطر يتمثل في إيه؟ إن أنت مع الوقت وبرضو ده للمشاهد اللي هو داخل بعين بتفحص يعني ممكن يعدي على عين حد عادي وبيلاقي نفسه بيندرج بعد فترة تحت الوقهم دون أن يدري بترسخ فكرة إن مدون ما خارج المعهد هم شر بيقولوا ده فعلا؟ بيقال طبعا هم شر وإنك لازم تتبع معاهم أسلوب الطقية الطقية اللي هي جاية من المذهب الشياء إنك إظهر عكس ما تبطن فدي طبعا مرعبة الانتماء الأول والأخير ما بيكونش للبلد بيبقى للديانة إنت حقيق عرفتي كل المعلومات دي نتاج إن أنت دخلت المعهد دي أنا دخلت المعهد دخلت برغبة صحفية أو برغبة إيمانية؟ لا برغبة إيمانية لو هنتكلم بصراحة أو برغبة إيمانية ثم خارجتي إزاي؟ يعني خارجتي منه إزاي؟ خارجت متعلمة دينيا وختمة للقرآن أيوة يعني إيه اللي خلاكي تخرجي عنهم عن قواني؟ أنا ما خارجتش أنا من أول يوم بتأليف الكتاب ده؟ لا ما تأليف الكتاب ده كان لازم يعني أنت تعتبر نفسك داعية منهم؟ واحدة منهم؟ لا في فرق إنك داعية منهم أو داعية أنا داعية أنا داعية طبعا بس مش منهم ينفعش أكون منهم نقل لهم كان مثلا دهم لو رحنا مثلا سيدنا الحسين ما يصلوش جوا إحنا لأ فأنا معرفتش أكون منهم لكن كنت مشاهدك وأي سجيب ده منهم أنا يقلقوني آه طبعا يقلقوني وهم عمرهم ما اعتبروني منهم الكتاب ده كان له رد فعل عليهم مثلا؟ معرفش هم أروه ولا لسه أن أنا متخرجة من قدري اتناشر هو اتناشر الأول كمقالات آه صباح الخير بردو؟ لا 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 كان في أهل الكايرو وفي سبع أيام آه وبعدين اتوقف شوية أو وقف خلينا نكون وبعدين قعدت قررت إن أنا أنشره ككتاب بقى كان ناقصه الفينالة وقررت أن ينشره والطبع التانية هتنزل أهم أهم عمل بداعي لك بتاع تبريء إيه؟ يعني أنهي عمل في دول كلهم لا سؤال صعب ماليش؟ حاولي حاولي يعني أهم عمل لو رشحتي عمل منه لجيزة يعني ما أنت مقدم هاربة من عش السلفية هاربة من عش السلفية لأنه أنا بشوفه كده عمل ثري وإحنا محتاجين وكلنا نقرأ نقول لك مش بالضروري إنك تكون داعي أو دعلمت في معاهدهم إنك تنتمي إليهم؟ لا بالعكس وقصة إن المعاهد ومناهجها بتفرخ إرهابيين لا دا كلام مش مظبوط اللي بيبقى إرهابي هو اللي بيطوع النص عشان يبقى كده هو عايز يبقى كده بس مدي النفس بيدور على مبرر يكون لي مرجعية دينية أما خطورتهم في حاجة تانية؟ أه طبعا بقول لحضرتك أنت عندك مجتمع موازي مجتمع موازي لك تماما وبيقوموا بخدمات لبعض وبيعملوا كل حاجة والأهم الرعب أنا بالنسبة لي هو عدم الانتماء للدولة هم بيعلنوا عندها؟ مش ضروري يعلنوا يعني لما تقرى الرواية هتفنية أنت مش محتاج أنك تعلنها يعني محد ما فيش حد بهذا الغباء أن يجي يعلن أنا ضد الدولة لا طبعا بس لما تبتدي مثلا بتبتدي تتعامل مع اللي بيدرسه لا إحنا مش هنروح المكان داني اللي دا تبقهم إحنا هنشتري من المكان دا الأول الواحد متخبط هما بيقولوا إيه؟ بعدما على الوقت بقى خلاص الصورة بتلم قدام عنيك وخصوصا أنا دخلت وأنا صحفية أنا دخلت بأدرس وأنا صحفية طب إيه أهم الملامح النفسية لهذا المجتمع للنساء في هذا المجتمع يختلفوا عن إيه؟ عن أي امرأة أخرى برا الطاعة الطاعة؟ الطاعة والقدرية مؤمنين بالقدر وفي منهم طب ما كلنا مؤمنين بالقدر لا هم إيمانهم مختلفة لا لا هم مختلفين في الطاعة يمكن في الطاعة بس كلنا بنقق مش حيك بتقمني بالقدر والقدر؟ لا مش فاهم قصدي مش عارفة لا هم أكثر طاعة مش فاهم ما أنا عايز أوصل لقصد هم أكثر طاعة أكثر طاعة أكثر طاعة لمن؟ للزوج للزوج فقط للزوج ولقولي الأمر منهم لمشيخهم هما لا يعترفوا بمشيخهم وإنت حيك من كتاباتك واضح إن فيه تمرد شوية على الزوج لا مش تمرد أنا عايش حياتي للبيئة اللي أنا جاية منها أو بتنقلي صورة أكثر وقعية لا أنا كل واحد في النهاية بتتكلم عن البيئة اللي أنت جاي منها أنا يعني وقصة يعني مش عارفة يعني حكاية المساواة والتمرد لو مش تمرد أنا بحكي لك الواقع إيه رأيك في الرجل المصري؟ أحسن رجل في الدنيا هو الزوج والإبن والأخ والحبيب أحسن رجل في الدنيا ماله الرجل المصري مشكلته إيه مع المرأة؟ هل في مشكلة مع بعض؟ من خلال قصصك برضو وكتاباتك؟ عدم سوق الفهم سوق الفهم إن هما ما بيبقوا الصرحة مع بعض الرجل والست لو هو أعلن عن ما بداخله بممتاز صراحة وهي أعلنت الدنيا هتبقى رياحة ليه طيب بيخبه في تقبيرك؟ تربية الشرق الشرقية الشرقية إلا من رحم ربي اللي هو بقت ربا إن هو يعبر عن اللجوة إحنا عندنا مورسات صعبة قوي ما يصحش الرجل يعاية ليه ما يصحش الرجل يعاية؟ اللي أحسن مني ومنه عاية سيدنا النبي عليه السلام عاية لسه يعني ما يعايتش لا يعايت ويعبر عن مشاعره ويرفض ويقول والست نفس الشيء إحنا اللي بنعمل القيود دي وإحنا اللي بنعمل بنحط إطارات للعلاقات مقدرش أقول لك إن رجل مصر رجل مصر رجل مطحون مطحون في شغله وبيسابق الدنيا وبيسابق الحياة لا رجل مصر رجل عظيم رجل مصر رجل عظيم طبعا رجل عظيم ده وجهة نظري أنا طبعا ارتفاع نسبة التلع أسبابها التلع السهولة البنات للأسف لا يعرفنا معنا كلمة زواج مدخيلة الزواج عبارة عن كفيحة نخرج ودليفري طوله النهار هيقعد يحب فيها هي مش قادرة تفهم إنه هو عنده شغل وبيكافح وبيجري هو عايزة 24 ساعة بيكلمها ومطرح مرايحة الرجل خلقه دايق ما يتحملش ده يعني طبيعة الرجل تركيبت الرجل مش مصري بس أي رجل ما بيحبش الإطار التحويطة دي مشاركة المرأة ماديا في مسؤوليات البيت رأيك فيها ايه؟ أنا مش ضدها لو الرجل هيقدرها ميرميش حمله عليها دي حاجة حرية ليها وطبيعة الستة ما بتلاقي إن الزوج معها كويس ولطيف ومقدر ده طبعا هتساهم معي لكن لو هيرمي حمله عليها ومعاه زي ما معهوش طبيعة أي حد هتقولك مش هعمل طب هم معاه ما بيحطش في نموذك غربي بيتقسموا كل المسؤوليات المادية والواجبات وفي نموذك شرقي بيبقى يقولك الرجل هو اللي عليه كل حاجة والمرأة هي عليها مسؤوليات البيت لسه والتربية لأولاد ده ما يصدر إلينا أنا ما روحت وعيشت هناك من من يصدر من من؟ من الغرب لكن هي الدنيا هناك مش كده خالص لا 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 الرجل برده بيقوم بدوره بس هم عندهم بقى يعني عايزة أقولي حتى الرجل في الغرب بيقوم بدوره والمرأة ما بتصرفش هاي؟ لا ايوة وبيزرب على ست لا وبيزرب على ست طبعا بلعكس الست هناك وقت دقسموا بيتقسموا كل حاجة حدود لا بيتقسموا لا ده الطلاق بس لا 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 وفي الحياة الزوجية أنا كنت عايشة في بيتاً عليها قريب متجوزين أجانب اوكي؟ لا مش زي ما هيك يعني لو هي مثلا هتنزل تشتغل وهو مش هيشتغل بيقسم في إنه هيعمل كل ما في البيت عشان هي لها تسر بزبط ما أنا بقولك تقسم للواجبات على فكرة وفي مصر بقى كده دلوقتي دلوقتي بقى كده الشباب الجديد طلع مختلف عننا خالص عنده وعي أكبر بالمسؤوليات مش عنده وعي الحمل زايد حمل زايد حمل زايد وبيقلدوا بمعظمهم حتى اللي مدخلش انترناشنال مدرس التجربية والانترنت المجتمع الغربي جيل جيلهم بعمق وعنف والمجتمع الغربي بيتحلل من ده بعمق وعنف بر الإعلامية والسيناريست نادية حسن كنا في إطلالة كده في رحلة هروبها من عش السلفية وإلى قعدة ستات حولتها أنا لقعدة ستات ورجالة وقعدة أسرة بشكرك على الإطلالة ديت أنا اللي بشكر حضراتك مرسي شكرا لحضراتك بعد الفاصل تأتيكم الزميلة العزيزة هبة فهمي وحدوتة جديدة شكرا لحضراتك شكرا لحضراتك SSS